إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حماه الله سبحانه وتعالى من أن يدعي بعض المجانين فكيف هذا وهل عقول وقلوب البشر بيد أحد سوى الله فالله أيده والله نصره والله استجاب له فمنع أحدا كل أحد أن يعبد سيدنا النبي فكانت هذه كرامة للنبي حاول أعداء الإسلام والمغفلون من المسلمين أن يدعوا أن الناس قد أشركت بنبيها حاشاه فإنه منصور وإنه مؤيد ولم يعبده أحد فالحمد لله الذي له المنة من قبل ومن بعد عبر العصور احتفل المسلمون بنبيهم فألفوا قصائد المديح وألفوا موالد يذكرون فيها مولده صلى الله عليه وآله وسلم يحتفون ويحتفلون بها عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذيم من صلاة وتسليم ترجمة نانسي قنقر